تنفيذ منظومة متكاملة في مجال تنمية الثروة الحيوانية هدف اتخذته القيادة السياسية لتحقيق انتاج كاف من اللحوم والألبان يلب احتياجات السوق المحلية فهنا في مدينة السداد بمحافظة المنوفية افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والألبان ليستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن المجمع المتكامل للانتاج الحيواني والألبان بالسداد ده مجمع ألبان متخصص تم تصميمه وانشاء المجمع بطبق المعيير العالمية في مجال الألبان تم تجهيزه بأحدث التقنيات في مجال الانتاج الحيواني المجمع بيضم خمس مزارع حلبة المزارع الوحدة طاقتها ألف بارة بإجمال طاقة استعبية خمس ألف بارة حلب بتصل طاقة الانتاجية لمتواصلة 150 طن لبان في اليوم تصل 200 طن لبان في اليوم في الشتاء تطبيق أحدث الطرق العلمية أثناء تنفيذ المشروع كان أمرا هاما للخروج بهذه المنظومة على أفضل وجهة فهناك أحدث المعدات والأجهزة داخل المعامل إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات بالنسبة للمعمل الأبحاث البكتيرية بتتمثل أهميته في وضع معايير الجودة الحديثة في تربية الماشية وأيضا بتتمثل مهمته في تقليل العبء المايكروبي في منتجات الماشية عن طريق إن إحنا بنازل المايكروبات المسببة للأمراض أحدث المعدات هنا كابينة الأمان الحاوي دي مستوى 2 مطور وده الألترا سنتريفيوج بيعمل بسرعة فصل لتصل 80 ألف دورة بالدقيقة الواحدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة دعوتنا أطلقها الرئيس سيسي في أكثر من مناسبة سابقة ليلبي بعض رجال الأعمال دعوة الرئيس لتعود المشاركة بالنفع على الدولة ومواطنها سيادة الرئيس نادى بالموضوع ده وإحنا لبينا مشروع عملاق زي ده ما كانش فيه قطاع خاص حي يطل يعمله أبداً بحث فهو سيادة يعني بإنشاء المشاريع العملاقة دي وبإنه يجيب قطاع الخاص يشارك فيها ويدير إحنا صعداء جداً بذلك وما يغلنش أي صعبات في أي حاجة المشروع نفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة القطاع الخاص في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها كما يطيح المشروع العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي